اهلا 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 كل سنة والطيبين عيد سعيد ونتمنى نكون عيد سعيد على الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى شوفوا جماعة احنا الحلقة دي هتبقى حلقة حلوة وجزء من جمال وروعة الحلقة دي هي ضفطنا اللي موجودة معانا في الحلقة فرأيي وانا اظن في رأيي الغالبية العظمى يعني من المشاهدين والجماهير زي ما بتقال انها واحدة من اقوى من اقوى الفنانات اللي موجودين في مصر وفي المنطقة العربية وليه بقولك كده لان عندها قدرة حقيقية مخيفة على تجسيد اي شخصية اي شخصية بل انه مستعدة دايما كمان للقيام من وجهة نظر انا بمغامرات انا مش شايف انها بالضرورة تقوم بيها وهقولك في الحوار معاها مغامرة زي الايه وليه توافق على هذا وان كان اظنه تحدي وتقلقت فيه بشكل مزهل بشكل مخيف انا مش هقولك غير لما الاول هنشوف ولكم تليب لطيف وبعدين نرجع نكمل الكلام في مادام عايزة حضرتك اسمها صفاء صفاء اخت زيدان باشا اهلا بيك اتفضل يا حبيبتي اتفضل بلاش السكة اللي انت ماشي فيها دي يا زيدان هتهد كل اللي احنا بدناه انت اخويا انا بس ممنوع حد يخش حياتك ممنوع حد يزاجك الا مراتك وبنتك واختك دفتر الشكتة هو ما يغلاش عليك بس احب اقولك الفيلا القديمة تلزمني مبروك عليك يا روح علي عايزة حاجة تانية تقولها لي اه الدلع والنعيم اللي انت فيه شافته مراته الاولانية وبتشوفيه انت دلوقتي وحتشوفه اللي بعد منك ان شاء الله لا 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 الكلام ده يأخر ما يقدمش يا زيدان حاسب انا منلاحظة انك متغير بقى لك شهر الفلوس مش اكل وشرب بس الفلوس هي الحياة مش انتي مادام صفاء انيسة خلاص بقى من المسألة ما فيهاش تسويق تشويق هي انت صار من ورانا جدا 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 اهلا بيكو اهلا بكل المشاهدين كل سنة وانت طيبة وكل سنة وانت طيبة شوفي انا من ضمن الكلام اللي كنت بقوله بقول انه انتصار ما عندهاش اي تردد في انها تاخد مغامرة وبعد كده قلت انا هاسأل السؤال مغامرة زي ايه هقولك فوجة نظر انا فمسلسل ذات ايه اللي يخلي انتصار تقوم بدور ام من اللي كريم وعمليا هو نفس السن تقريبا نفس الجيء يعني ليه اقوم بدور ام زميلتي اللي قدي ومن نفس جيلي انا بشوف ده انه مغامرة بنت لازينة لا هي مش مغامرة ولا حاجة اصلي اصلي مش مغامرة ده كلام قديم يعني كلام عاف عليه الزمن ازاي؟ بتاع انه هو اصلا و لازم يبني انها تلوقتي ناس غنونة وامورة مش صغيرة بس وغندورة وما بقاش ام ابدا ابدا ولا جد ابدا 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 لا ده كلام يعني ادم الكلام ده اول اه بس ام لام وبتكمل لحد ما العالي يكبر ويبقى عرايس اه تمانين سنة اه وصلت لتمانين سنة اه بجوز احفادي صح واحفادي يخلفوا يا دين النبي يديلك طول طول عام اه وكبروا كده عيالهم بقوا ما شاء الله يعني لحية الجيل التالت كمان بقى قدي كده 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 ما شاء الله وفضلت مكملة في المسلسل يعني ولما اتعرض علي ما حسيتش باي تفكير يعني اللي هو ايه ده معقولة خالص عادي يعني دور ده شغل وانا كنت شايفها فرصة كمان فرصة ان انا اقعد اجرب نفسي وعلى فكرة ان كنت مرعوبة مني كبيرة مش مرعوبة من الست الصغيرة لان الصغيرة انا هعملها يعني انا ممثلة شطرة وعملت ادوار قبل كده هعمل ده كويس يا ترى ازاي بقى من اول سن الستين هقنع الناس ولا لأ هروح فين واقول ايه ستين سبعين ثمانين ايه ده ايه ده ايه ده فين ده طيب حفر ازاي ما بين الستين والسبعين والثمانين يعني هدرجها ازاي ازاي ما مش ماقول فجأة كده بقى هنا عواجز على طول نفس الشكل على قال الشكل بتغير والآداء كمان بتغير انا هعمل ايه بقى هنا على طول بقى ايه يعني عدت ايه قلت خلاص هو مش دلوقتي التصوير ده بس تعالى عملنا بروفا مكياج الاول في الكبر قبل ما نبدأ مع المكير محمد عبد الحميد وهو شاطر اوي ما شاء الله عليه ومتخصص اوي في الحتة دي وكان برضو محمد عشوب برضو هو اللي منسك العمل برضو قديم اوي ويفهم في الكلام ده عملت بروفا الشكل وتستني بقى شوية كده كتير لغاية ما نيجي للمرحلة دي عادت افكر افكر ما لقيتش بقى غير تيتا تيتسي بقى عادت تستدعي اه وكانوا سامح لنا بالارتجال جامد اوي في المسلسل ده فجبتي تيتا كان لها كلام كده ينغص يعني زي ايه زي انت طول نارة عتضيع وقتك مع الجرين وتروحي تقاضي عندي اقاضي مع ايالك اولى وده كلام جدات فعلا هو فيه صحاب ما فيه صحاب ايالك اولى وبيتك اولى اقاضي عامليك شوية بسكوت عامليك شوية ميني في الفرن اقاضي تغزوا بيهم لان اللي حتنام دي في شقةتها وتقفل بقى وتنم عليك بعد كده وتطلع اسرارك برا مش تنفعك بحاجة اللي حنفعك بيتك وولادك ووجوزك تضيع وقتك ليه على الفضل والمليانة تفتحيش باب الشقة وتحطي نجليك برا باب الشقة غير ما يكون فيه فايدة غير ده بيتك اولى بيك بيتك محداجك لكن تضعش تقول الكلام ده للراجل بس تقوله للست عشان كده يكاد تقول الوقت عمها تنبط بنتها بس ما نبطتش ابنها اقاضي بيتك اولى بيك كل ساعة انت عدا بيتك بيتك بيستفيد فانت استدعيتي الشخصية بتاعت جدتك هي وما يعجباش الكلام الميع كده وممكن تهب في اي حد حتى لو ضيف مهم حتى لو الناس جايين يخطبوا حفظيتها مسلا يعني دون الناس مش له مع الراس جايين يخطبوا جايين ياخدوا البيت اللي عندنا مش جايين ياخدوا الواد جايين يسطروا بنتنا فدخلت الى اسوعتيه معادي ده شطتها وشتمتها لان كلامها مش عجبني وست قرارة كده غتيتة يعني يعني نسب ما يشرفش يعني ست غلصة يعني يعني ريت الجوزة دي تغور في ستين ده يعني فكانت هي كانت شرب كده جامد يعني ده يخليني انه انا عايز اقولك ان احمد قدم اتصل بي وانا كنت ساعتها في معرجان في المغرب قاعد يتكلم بتاع مثلا نص ساعة في التليفون وانا عايز اقوله ان احنا دولي يعني يعني انا روميج كده بندفع كتير قوي يعني كده الاعجاب مكلفني المكالمة دي على ايه؟ على مين؟ فقاعد قال لي انت جبتي ستة صح انا ستة قاعدة قدامي دلوقتي وبتفرج عليك هي هي بكلامها وازعقها وتفاصيلها جبتي ازاي؟ جبتي ازاي؟ انا فكر المكالمة دي كويس هو هيسمعنا برضو دلوقتي اللي قاله ادم والان اصلا من الناس اللي تحب ادم جدا جدا اللي قاله ده انا اظن بحكم بقى شغلانتي ان انا باعد اسمع قدر الامكان ناس كتير جدا في وقت عرض المسلسل وبعد عرض المسلسل كل ما يعرض انه كل الناس دون استثناء كان انتصار بالنسبة لهم هي الاكثر النجومية او لمعانا من جوه المسلسل وعلشان برضو بقى امين وباسم علشان اف كورس يا حميتي اف كورس اف كورس وقصة مصمرة عارف انا احبه قد ايه كمان يعني من زمان اه ومسل متميز رهيب 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 انا اصلا بحب الناس الدغري اه وقصة مصله دغري جدا اه وواضح وموقف ووقع دغري رجل دغري هو انا كده جماعة يعني عيشوا بقى على ان انا كده وانتصار كده اه لانه كل الناس كانت تقول ايه ايه ده ده بالزبط بالزبط اه هي جدا مش رزارة فكنت انطلعت ايه تبرحتي بقى بس ده انت انتصار انت عموما على ما يبدو دائما حتى لما نيجي نشوف اي حوار صحفي ليكي اي حوار تلفزيوني ليكي انت شخص دغري وعدل واحيانا يوصف ما بين قصين انه صادم انت توافقي على اللي بين قصين اللي هي صادم دي اه اه بس هو صادم ليه انا معاك موافقة ده اماما صادم بس ليه ليه لان كله بيغني يعني كله عمال يغني كده ما عارش وغنى نشاز قوي يعني والموضوع بقى زاد عن حده يعني وبقى نشاز قوي وتكرار نفس الكلام اللي بتسمعه كل مرة اللي هو فيه تناقض زاد عن الحد قوي يعني ما نبقى واضحين يا جماعة والصرحة عادي يعني على الا الا ما تبقى صريح هتواجه مشاكلك وبعدين ما وصلناش بقى لدرجة برضه ان احنا نغني في حاجات اساسا يعني مش موجودة انت بتزرع حاجات جديدة يعني يعني هو تزرع جديد يعني ده لو بصيت كده اهو موجود اهو فجأة ابو الصلاة كانتقول لي مش موجود ما لانا شايف ايه خيال يا ناس ما لانا شايف ايه انت شايفوه ما قوله هو موجود اختفى سبحان الله يا راجل طب نتعامل ان هو مختفي بقى طب انا هتعامل مرة انه مختفي هتعامل مرة تانية انه مش موجود حسكت وابلعها لكن بقى يعني بتزيد قوي منك يعني بتزيد قوي فبتضطر تقول لا يا جماعة لفكرة في حقيقة موجودة ايه هنا ففكرة انك تشاور على حاجة موجودة والناس متجه لها لا اسباب انا هم لاقى علامها يعني اوكد اسباب بقى كتير اه لا ما انت اصلا انت عايش في الدنيا ليه عشان تقول يا ما تقولش يعني انت اصلا كلك على بعضك ايه وبتصل في التلفزيون ومشهور ومؤثر ومحبوب هتكذب كمان بتكذب ليه عشان تمشي مع الموجة يا ما بقى هتلاقي هي الناس هتتبقى مواقع الابترونية بقى ونسبة انت عايش على افاك بقى وتتغزى عليك بقى وعاس انك هتتهزي يعني هتهزي ليه ما انا قلت خلاص لازم تبقى حقيقي يعني ده بمنطقة البسطة بس دايما دايما يقولوا ايه يقولوا انه يا جماعة الشغل في الفن يستوجب منك انك تبقى مجامل انك ما تخشش في صدمات انك ما تقولش يعني بيقولوا والله اعلم واذا كان الكلام اللي هم بيقولوا ده منطق ان ده ما بيهزكيش انه طب ما انا كده ممكن اخسر شغلة اخسر علاقات اخسر ناس الى اخره لا انا سيدا ما يعني اعرف الاصول حلو يعني ما بغلطش فحد حلو ولا غلط في الزمل لان انا عارفها يعني ايه زمالة ويعني ايه صداقة ويعني ايه سر يعني الاصول العامة في الحياة دي انا عارفها ومحافظة عليها لكن دي اراء اراء حقيقة يعني يعني انا ما بعرفش قبل على الكلام يعني هل كل الناس بتعرف تتحمل الرأي ولا لا كل الناس بتتحمل الرأي الصريح ولا لا لا وما بيتحملوه عارفين ان هو صح وكل حاجة انا هستأذنك عايزين نشوف مشهد من مسلسل ضرب نار وكما جرت العادة برضو هي المشاهي بتاعتك لازم تبقى لافتة جدا حتى برضو او الله يا وانت بتكلمي حتى مع ماجد المصري الجملتين اللي قلتيهم برضو قتلتين جدا بص ازبقى من انا اختك دي مش حد ليك في الدنيا غير اختك وبس ايوه حلقة استحوازية جدا اه حصار ايوه ايوه انا نتكلم على مسلسل باعتبر ان احنا يا دبلسة مخلصين رمضان انا بحب تكلم في العام وانها تبقى دردشة وحواديث والكلام يجيب بعضو بس برضو هنشوف جزء من ضرب نار ونرجع نكمل الكلام اوكي يا فندم في مادام عايزة حضرتك اسمها صفاء صفاء اخت زيدان باشا اهلا وسهلا اهلا بيك تفضلي يا حبيبتي تفضلي انا مش جاية الضايف في بيت اخوي ايه ده ده انت طلعت حلوة اكتر كمان ما وصفوك اليه بس مش عارفة بقى هتطلعي عقلة ولا زي ما بيقولوا اه انا ما كنتش عارفة ان انت جاية تعينيني انا جاية لمصلحتك انا شايلة عنك بلاوي كتير اولهم يومنا مراد زيدان باشا وتانيهم يسري اخوا زيدان باشا وناس كتير عايزيني يقزوكي ويشيلوكي من السكة انتش عارفة القاذة سهلة لكن التفاهم للي بيفهم اسهل انا مش عارفة ايه كراس الشروط اللي انت جاية تكررها لدي حداك ما تتعبيش نفسك وتبعيدي عني ايه ازيه انا ربنا خلقني اعرف ارد للي يفكر بس يجي ازيه ونعمة بالله وانا ربنا خلقني ما بحبش اضيع وقتي فالهاري واللك ده ما حبوش يا بتاعة شوبرا انت اهو انت قلت خافي بقى من بنات شوبرا واللي يقرب ليهم يزعل قوي انا مش لسه ايلالك ما بحبش اضيع وقتي هاخش في الموضوع على طول شيك بمئة الف وليك شيك زي وتاني لما تمشي من هنا وتشيل زي دم من دماغك وتبطل تلعبي عليه تمام عايزة حاجة تانية تقولها لي اه هتمشي امتى النهاردة هيجيلك الخبر بس اضمن منين بقى الشيك التاني ابو خمسمائة الف جنيه ايه ده ما كنت شعف انك عملية كده ما فيه احلام الانجاز خلينا ننجز تشلبي ايه عندي فراولة فرش اجيب لك اب اشربه معاكي لما اجيلك شبرة ومعايا الشيكة بخمسمائة الف زي ما انتش قلت هو الشخصية دي شريرة ولا مش شريرة لا هي مش شريرة هي عملية جدا وبنت وكبرت وكبرت عالتها معاها فمش متخيلة نتجلها بنت من تحت الارض تسحب بقى عشرين مليون كده وخمسين مليون كده لا الملايين دي احنا تعبانين فيها داخل بقى تقشط العيلة والعيلة لا لا لو عاستاهل كده ما شافتش ايام وليلي وتعب ومجهود لا فعالطوب بتتصدى يعني لما الموضوع يجي بقى عند السنين اللي هي تعبت فيها عشان تعمل الصروة دي حد بقى يلعب فيها لا حتى اخوها ما بتهتمش بي لا لا لما بتيجي يعني تمثلي الشخصية خلاص انت دخلة على البلاتو هتصوري انت بتبقي جهزة الشخصات ازاي يعني بتعتمدي على اللي بتقريه وممكن تستدع حاجات زي ما حكيتي على مسلسل ذات واستدعيتي شخصية بتاعت جدتك الى اخرو بتمثلي ازاي اه بمثل ازاي شكلك عايز تمثل لا شكلك عايز تمثل ولا بعرف لا انت عارف انك جان والله على الهواء والله العظيم على مشارف الخمسين وضايع ما لكش تجربة تمثيل قبل كده يعني دخلت فيلم مع خلد يوسف غالبا انا بوزته طلعت تسعة مشاهد دايما اقول الخلد كده اكبر غلطة ايوة انا ابيض لا تنفع تمثل على فكرة انا ابيض لانك جان وشكلك مهندم وعندك قبول اه بس انا ده انا لو بتسألي انا يعني انا اقولك انه مش مهم الممثل او الممثلة يكون شكلهم جميل بقدر ما يبقوا فعلا موهوبين بشكل حقيقي عندهم قدرة حقيقية على التشخيص انا احب كلمة التشخيص عشان فيه ناس بتعتبر انه الكلمة مش حلوة انا بشوفك تشخص دي حاجة كبيرة اوي ايوة اوي يعني بتحتاج موهبة حقيقية يعني اه بس برضو لما تبقى واسيم وعندك قبول وجسم رياضي دي برضو بوابة وبعد كده نشوف موضوع بقى التشخيص ده لما فيش هتقعد في البيت بوابة غير دائمة عامل بالضبط زي الفنانة انت مصطدفان زي بالضبط الفنانة اللي ممكن تعتمد على انها جميلة محمود المليجي في رأيي واحد من اهم الممثلين اللي ظهروا في الدنيا ايوة صح وبالتأكيد لا يوصف بانه ممثل وسيم اوجان ايوة بس بالتأكيد مفيش واحد يقدر يعمل فيلم الارض غير محمود المليجي الاختيار غير محمود المليجي اسكندرية ليه في الشخصية بتاعته غير محمود محدش هيعرف فدي موهبة لكن بقى الله يا الفنان ده وسيم الفنانة دي جميلة وبعدين فين الموهبة هي دخلة بس يعني عاشين في المام القصة لو ما كانش فيه موهبة بس اسمها يعني عدت لكنه ما فيش موهبة مش هتشوفها تاني مش هتقابلها يعني ممكن تعطلنا ست شهور كده لغاية ما نكتشف انه متعفش تمثل او ما بيعرفش يمثل بس لما تبقى ممثل كويس قوي 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 وما عندكش للقبول ولا الشكل الكويس ولا الجسم الكويس ولا اكشن ولا مواهب اخرى يعني هنقعد وقت طويل لغاية ما نكتشفك وتاخد فرصتك طب ده سؤال هل ممكن يبقى فيه ممثل كويس جدا وموهوب بس ما فيش عنده قبول بص هو لازم نصوره بالكاميرا عشان شكلك شكلك في الكاميرا حاجة وشكلك في المسرح على الحقيقة لايف كده عين لعين وانا شايفك قدامي حاجة تانية حاجة تانية لازم تتصور بالكاميرا عشان كده كان فيه حاجة اسمها تست كاميرا لانا بتبقى واحد تاني في الكاميرا ممكن اشايفك دلوقتي يعني خمسين في المئة جميل لطيف اشوف الكاميرا اقول ايه ده ده نجم علامي ده مين ده انا مش من هنا بقيت واحد تاني الناس مش مصدقة لا ده بجد فعلا انت في الكاميرا واحد تاني مش اللي احنا عارفينه في الحقيقة مختلف مختلف تماما لان الكاميرا شفتك بعينيها عشان كده اقولك ايه يا ده دي شكلها احلى قوي عالكاميرا لما شفناها في الحقيقة ما كانتش كده او تلايها مثلا ايه حجمها زغنن ايوه وانت عا في الكاميرا بتشوفها كبيرة وطويلة وبترقص وكاريزمة ومن اشد المواجبين بيها وما انتش انها في الحقيقة ليها سوى انتوتا ومش حلو قوي كده حتى انا ساعت انا اسمع تعليقات كده اللي وي ايه ده لا انا بسمع تعليقات العكس على نفسي بقولوني ده انت تلاتش حلوة لكن انت اسمع تعليقات على بعض الناس يقول ايه ايه ده تلاتش حلوة اذا ما شوفه في التلفزيون هو فعلا الكاميرا شايفة واحدة تانية غير اللي انت شايفة في الحقيقة طب اقولك حاجة تانية برده على الممثل نفسيا اه الممثل قدام الكاميرا بيبقى حاجة ومجرد ما خرج من الكاميرا حاجة تانية دخل قطه او روح البيت وقف بقى يعمل كباية شالي نفسه في البيت او يركب اصلا صير بيته او يسوق عربيته واحد تانية هو نفسه واحد تانية بس اظنك ده طبيعي لانه البني ادم في حياته وبدخل في الشخصية بمركز ولابس الهدوم بتاعت الشخصية فهو في عقله الباطن عصابه هو الشخصية اللي بيعملها خرج برا الكاميرا روح بيته هو البني ادم اللي عايش مع العسرة دي ما هو كان يقوله كده بقى ان احنا اتكلمنا على محووض المليجي الله يرحمه انه اطيب واهد خلق الله اه وقعدنا لسنين طويلة نتفرج على الافلام بتاعته في الشخصية الشرير فقط ده عنيه بتطلع شر مش ممكن ما تكلمش لسه اه ازاي ده بقى اطيب وزي ما بيتكلمش وزي بيقولك هادي انا بقى مش عارف قابلتي أستاذ عبد المعن مدبولي ولا لأ انا قابلت أستاذ عبد المعن مرتين هنا في التليفزيون وكان في مكتب الأستاذ الصديقة حياتي رباني اديها الصحة في الفضائل المصرحي احنا كلانا نعرف له بعده يعني جميل ويدحكك وابتسامة انا شفت راجل في منتهى الجدية في منتهى الحزم الصرامة لم يبتسم لمدة ساعة اممم فعلت بقى ومقايش افه يعني ولا اي حاجة مدحكناش ولا اي حاجة ولا اي حاجة ده ايه ده مدرسة يعني ده الأستاذ عبد المنعم مدبولي مدبوليزم مدرسة مفيش حد تاني خالص اه بيتكلم في شغلة جدا اه وبمنتهى الجدية وبمنتهى الهدوء ولاش مرة سمعت حوار عمله الله يرحمه أستاذ وجدي الحكيم معه الله يرحمه اسماعيد ياسين وكنا في الستوديو عند الأستاذ وجدي في الهرم في شرع فيصل وبعدين أستاذ وجدي تعمد أنه ما يسمعنيش المقدمة بتاعة الحوار عشان ما عرفش مين اللي هو بيكلمه بس مجرد فقال يوسف مين ده قلت له مش عارف أنا طبعا سامع الصوت أولا رخيم رخامة مزيع راديو من بتوع الجيل بتاع الزمان حاجة يعني وهدوء وتعقل وكلام بمنتهى الحكمة قلت له مش عارف يا أستاذ وجدي قال لي أنت عمرك ما سمعت الراجل ده قلت له لأ بصراحة قال لي ده اسماعيل ياسين ورح مرجع التسجيل من أوله اسماعيل ياسين قلت له ده اسماعيل ياسين قال لي اسماعيل في حياته شخص في منتهج جدية منتهج جدية ففي الوقت ده كان بسلا بقاله يجي دقتي عشرين سنة الكلام فوقتها بدأت يبقى فيه عندي تصور أنه إحنا بنشوف ناس تانية أيوة وهو في الإزاع حد تين طبعا غير في التلفزيون غير في الحقيقة طبعا الحقيقة حد مختلف بالكلية يعني ده يجرنا إلى أنه بالتأكيد انت صار حد تاني غدا إحنا بنشوف مية في المية من كتر الشخصيات من كتر الشخصيات ما أنت بتعد يعني أنت قلت لي سؤال في أول كلامنا قبل من كده قلت لي إزاي بتعمليه الأدوار بالضبط دلوقتي المخرج كلمني روحنا أعدنا أخذي الورق ده قريق أخذنا الورق قريناه المخرج ممكن يكلمني في التلفزيون لايتي إيه طب إيريك في الشخصيات التانية طب إيريك أنا حاطت كذا في كذا إيريك في النكازة أقولوا لا أمش حاسة أني ينكازت ممكن لو جبنك يقول لي يا بيت ليه جبت إيه إزاي دي أقولوا أنا كنت وانا عمالة أقرى كنت حسب وفلانه كأنه قدامي بيك والله برافو عليك طب أنا عشوف الموضوع ده طب إيريك طب قولي لي كده طب سأني المؤلف حيكلمك في ساعات إيه المؤلف طب ما تيجي نتقابل فنقعد نتكلم على السيناريو كله مثلا أو الشخصيات وساعات ما تبقاش حصلة المكالمة دي المؤلف ببقى في ضوضاء تانية أنا بقى منساعد مجالي الورق لغاية ما وقفت قدام الكاميرا رغم أن في عوامل مساعدة كتير إيه 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 مش عفق بنفصل هدوم بتاعت إيه وإيه شي بنعمل إيه بس أنا دماغي عملت ليف شغال شبه مين دي دي مين دي بتعمل طب إيه دي بتمشي إزاي دي بتتكلم إزاي طب شبه مين في اللي شفتهم وخلي بقى لك فيه ممثل بيعرف يمتص الناس اللي حواليه صح يعني عينيه هو مرقبة غصبا عنه دي حاجة فيه خلقته كده آه مش ليك صاحب كده كان بقى في المدرسة معاك أو في الكلية بيعرف يقلد طبعا ده انت بيقلد ويقلد المدرس ويقلد النظرة ويقلد أمه ويقلد عمه هو دي شخصيته بيعرف يلقط الناس وفيه حد الناس بتعدي عليه مرارا كده هو شايف نفسه بس أنا بحب أشوف الناس فقعد بقى قول دي مين من الناس اللي أنا شفتهم مين ممكن لغاية مصور مش عايزة تيجي طب ده برضو يعني عارف الكلام بيجيب بعضه قبل بس ما نشوف المشهد اللي جاء ما عليش يصبره علي بقى أحد عشان بيليفتني مشهده يوسفه وأنا بحب أسترسل ما بحبش الله ساعات بيتيجي بقى فجأة الوحدة هل عشان قلت على حكات التقليدي هل كل واحد بيعرف يقلد بشطارة ببراعة ينفع يبقى ممثل شطار لا أيوة لا ويا دينا مرة كنت ممثل مع أحمد زكي في الله يرحمه في أيام السادات فكنا في حاجة في عين شمس جمعت عين شمس في قصر كنا بنصور عند القصر ده ومرة كنا في مركب لأن كنتنا بعمل دور حكمة فهم أوكي فبقوله ده بيقوله أن أنت قلدت جمال عبد الناصر وبيقوله في الفيلم ده كمان أنك عامل مقلده بذلك قال لي وانا مقلدتي وانا مولوجست أنا مش بقلد أنا بعمل الشخصية ومن ضمن الشخصية أن أنا شاطر أنه بعرف أجيب الصوت بعرف أجيب الشكل لكن أنا مش مقلدتي فأنا صدمت شوية مش واخد عليه قوي وأنا عادة فرحانة بالقلب فاكرة أن أنا بقوله كلام كويس فطلع مش كل من يعرف يقلد يعرف يمثل خلي بقى كل دي معلومات أنت بتاخدها بالخبرة يعني أنت ببيتش موزيع الشاطر من فراغ ربنا يخليك يعني حد قالك جملة حد نهرك مرة حد زعالك مرة حد أسنع ليك فأنت تتكيت على الحاجة اللي جويك حد قالك نقدم النق أي حد معتقد أنه ما بيتعلمش لحد ما يموت ده منتهي ده شخص منتهي وبلا موهبة من أول ما بدأ طبعا بلا موهبة آه ده خلص خلال يعني لك ده هو أصلا موهوب بس أصلا ما بيسمعش الكلام هي الموهبة أصلاها حاجات كتير جدا من ضمنها من ضمنها أنك أنت تبقى عندك قناعة حقيقية بأنك هتفضل تتعلم لحد آخر لحظة وتستوعب طبعا وأي حد ينقضك بنقض حتى لو سيء تبقى مبسوط جدا اسمع بهدوء يعني يا بخت من بكاني وأدحك الناس علي حد يقولك تحت هانيك منفق ليه تتلعسم ليه على فكرة وزنك زيت على فكرة ده كلام كويس ده وعايزك تشوفك أحسن لا أكلمني وزعاني أنا حقاطع تقاطع ليه أنت ليه عايز اللي يتطبلك وأتقاطع ليه يعني المسألة أبسط من ذلك لا أقاطع عشان بيقولك أنا موحش أنا لازم حد يتطبلي نفهم غرضه إيه يعني يعني ممكن يكون الكلام اللي أنت شايف والله مرة كنت في اسكندرية ناحية شرع أظن شرع فؤاد وبعدين فتح الإزاز كده على غير العادة أنا أحبش أفتح الإزاز عشان ما بحبش يعني الطراب يخش جال العربية وأنا محاسوك في الحاجات دي قوي إيه ده ما بتفتحش ببك العربية عشان خايف التراب يدخل العربية طب والتراب اللي فوق العربية إيه راك فيه ما هيتغسل لكن التراب جوه العربية ده صعب جدا في تنظيف بصق سألني بحب العربيات قوي وحب أحفظ على العربيات قوي قوي يعني أهو اكتشفنا نقطة ضعف لا خالص ما فيش نقطة ضعف العربيات لا ده شغف هنجيب نقطة ضعف أنا في يوم من الأيام عايز أفتح ورشة ميكانيكا عربيات كبيرة طب إيه رايك في العربيات القديمة الأنسيك تحبها كلاسيكس طبعا طبعا يعني نفسك تفتح جراش كده تجمع العربيات القديمة وتعديل الموتورات وتعديل في العفشة والسيسپنشن بتاع العربية وتعدلها من بوها وندور على القطع دي فين ونجيبها جدا أه لا وأعرف قولك تجيب الحاجة منين كمان ده أنا أروب أقو في الموضوع ده سأبس نرجع موضوع ده طب ما أنت قصي كده أنت بتضيع وقتك كموزيع دلوقتي بتضيع وقتك دلوقتي على شاشة التلفزيون ما أنت بقى ربي العيال عشان بعلم العيال وفي مصاري في المدينة صحيح فأنا عايز المورة التم لا أنت ممكن تبقى موزيع عربيات على فتاة في برامج عنده بس ده بيحتاج بقى النوع ده من البرامج عشان تعمل البرامج بقى زي اللي بنقول اليوم كده برامج بلد مرة دي عايزة استثمار في البرامج مهول لا أنا عايزة أقولك حاجة معلش البرامج الحلو مش محتاج استثمار برامج العربيات عايزك تلاتة ميكانيكية ميكانيكية حرفيين مش خرجين جماعات ولا أي عاجة وأنت عارب برضو التعليم الجامعي عزيز شوية بره هنا كله بياخد دكتوراه وماجستير وحاجات كده يعني بيعملوا اي بيدوروا على العربيات اللي متنطرة في كل الولايات فيلقوا التليفون فيسافروا لمدة 3 أيام عشان يروحوا مزرع يلقوا عربية لكنة في الطين فيطلعوها هتسافر وهتطلع على العربية وهتصلح العربية وتدور على القطع غيارها وتصلحها وترجعها كأنها لسه خرجة من المصنع دي تكلفة انت مش متصورة عامل ازاي بس العربية على فكرة هم اللي بيبيعوها هم اللي بيكسبوا لما يبقوا يبقواها يا حلها حل السوق ده ديقي عندنا السوق العربيات السوق العربيات الكلاسيك ده ديقي يتلاقي حد هاوي وغاوي ويشتري ويدفع فلوس على 때 يحط مهرهيا على راقي التجار بعد البرنامج ده عائد انت بالهابل بتديحت في ناس مجانين عربيات وموجودين نورونا تجدوا ما ياسركم يا جماعة نورونا نعملوكم برنامج نعملوكم العربية وكل اللي انت عايز لكن انا كنت أقولني انت نستيني ودخللينى في قصط العربيات عجبتني أول إلا بشوف برنامج ده بتاع الميكانيكية دول وعجبني أوي لا ده لو غاوية برامج عربيات ده أنا هدلك بقى على مجموعة برامج مزهلة لأنه بيدور على العربيات وبيكتشف مثلا يقولك إيه العربية دي كانت بتاع المطرب المشهور اللي في أوائل السابعينات فلان فلان بيقوله بس ده معناه من أنت بتحب العربيات لا بس مزيك مش درجة مش درجة الشباك والتراب فتح الشباك فواحد راجل واقف بيشتغل في محل قماش أو هو صاحبه الله أعلم واقف بره فلا محل سيل من الشتايم بيشتمك آه في سكندرية آه فرحت باصص ورحت واقف بالعربي هو طبعا أول حاجة جات في مخيلته ده أنا هنزل لاتخان آه كل والله العظيم كله قلتوله كده بالراحة 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 وأنت كل الشتايم دي ليه فأول حاجة عملها إيه هنا بقى أنا أصلا أصلا بحبك ألا ما هي دي بقى ملغيت ولاد البلد برضو وأنا مش عبيت فأو ما انت دخلت له دخلة صح هتخش هتتخارق آه ده لو أنت بطل سوبرمان الشرع هتلم عليك هياكلك لأ وبردو يعني ودي حتته ومش كده بس لأ ما ينفعش حد يعلي طيب أنت معلي مش بس كده وأنا مش عارف السبب هو المسألة أو أنت بتشتري اللي السبب وبعدين أبقى اشتمك بعد كده فأولت له بس براحل أنا سبب أحبك بقتوته في حد يحب حد يقعد يشتم فيه كده آه طب أنت كنت بتحبني طب وإيه اللي خلاك زعلان قاعد يتكلم ويحكي عادنا بتاع ربع ساعة مش كتير نتناقش وأصر إنه يجيب لي كبات عصير مانجا آه وبتاعوا حاجات زي كده وصالحني آه وحاجات زي ولو عايز أي حاجة والمحل ده بتاعنا والت تؤمر وتع أنا سيطرة ودي برضو حلاوة المصريين يعني لأ الإسكندرانية عشان أنت بس منحازة آه في عشم زيد كده في الشارع وعشم زيد بين الجرين وحاجات كده إسكندرانية منحازة آه آه لأ لازم القاهرة بقى لها سحر تاني هقولك عليه بعد ما نشوف المشهد عشان المخرج هيقتلني ومصمم محنا بنتكلم انت بتقطعنا ليه ما المسلسل شفناه يعني ما مش ما اللي قولي طب بس مشهد كمانضر بنار ونكمل الكلام فيه إيه يا حبيبتي ما تخفي على الرجل شوي يا رحمي هو أنت كل يومين تأتي تخترع موضوع عشان تله فيلك خمسة ستة مليون فيلة إيدي اللي بخمسين مليون وانت بقى صفاء يا حبيبتي بتتكلمي بصفتك إيه تكونيش بتتكلمي بصفتك مدير حسابات جوزي ولا عشان أخته لا بتكلم بصفتي خيفة على زيدان قلبي عليه لا عشان أخته ولا عشان شغل معاه وكنت سنبا يا حبيبتي ما أخوكي كان بيقف يبيع بلاتي جلد أي خير زيدان فيه دلوقتي بفضل أنا مش بفضل أي حد تاني فيه يا يومنا وإحنا كل من زعالك تقولينا اللي استغناء المشروخة القديمة أنا اللي بنيته أنا اللي صنعته أنا اللي طلعته فيه إيه مالك أنا بس بحذارك ونبئك ولا يهمك دفتر الشيكتة هو ما يغلاش عليك وحمديلك الخمسين مليون حمديلك بالإنابة حببتي يا يومنا بحبك يا سبس بس أحب أقولك الفيلا القديمة تلزمني مبروك عليك يا روح ألم فيه والده المشه هدامش بعيدة عن اللي كنا بنحكيه دلوقتي ايوه ايوه اتسبتت في ثلاث دقايق وبعد يقول أنا حسس إن وراء الموضوع ده فيه مصيبة يعني أنا مش عارف إيه اللي جارة بعد كده بصراحة هتتدمر هتتقتل هتخلصي على يومنا مش أنا جزة اللي هيخلص عليها مجد المصري آه مع أصل السكة للفرق ده نهيته وحشة يعني آه بس أخياتي بالك من الأسعار آه إيه خمسين مليون أنا تخضيت وأنا بصور المشهد إني عايزة فيلا بخمسين مليون فقلتوما جباعة وفجد فيه فيلا بخمسين مليون اللي روح عتشتريها للسط دي ومن فلوس جزة يعني مش جزة اللي بيشتري بفلوس دقيقة دي فلوس إكسترا دي حاجة كده من المصروف آه آه يعني اللي هاتي فيلا تمتعي يا حبيبتي ماشاء الله خمسين مليون ما تخديلك الخمسين مليون دي تجي بفلا أنت متخيل خمسين مليون حتى بعد ما الدولار غلي لما تحطهم قدامك كده قد التربيزة واني مش عارف أنا عمري ما شفتهم في حياتي أنا لو معايا مش هصرفهم أنا أخليهم معايا أتفرج عليهم كل يوم أنا عملهم شهادات آه شهادات شهادات يعني أمان برضو حلو يعني حصن كده جميل بس مش كل حاجة الفلوس مش كل حاجة الفلوس بس فلوس مهمة ولا مش مهمة آه يا مهمة بس هي مش كل حاجة طب شراحي أكتر الفلوس لا تعني شيء فلوس ورقة يعني لو أنت صحتك حلوة الفلوس تعملك إيه ما أنت دمام أنت حلو أنت بتجري في النادي أنت بتطب 24 ساعة قلبك ده بيدخ كده خدوطك حمرة كده وجميل فلوس إيه في ورق بتاكو تشرب بيهم تدفع عن نور مية حاجات كده لو أنت سعيد ومبسوط وحواليك صعابك وأهلك ومزدهر في شغلك والناس كلها محتاجي لك بتاعف تسعيدهم إيه فلوس إيه أنا كل حاجة متحقق علاقتي بالناس ساعدتي مع الناس وجودي في المكان كله متحقق تعملي إيه الفلوس لا الفلوس هتخليك تبقى أجمد يا برينس خالص أنا جامد موديل الفلوس يعني إيه أجمد ما ده بوده السؤال دايما بيقى محير بالنسبة لي هو يعني إيه الناس شايفة أن الفلوس ممكن تخليك أجمد أجمد أيحصل إيه تلبس بقى الجاكت الماركة وتبسك الموبايل الماركة والعربية مباب واحد وموديل السنف وموديل السنف والساعة الجامدة والبرج الجامد والشقة الدور الكامل وحاجات ساقفة كله زائفة كله ده زائف زائف ها طب لو أنت مش مبسوط عندك ده كله مش مبسوط هتعمل إيه طب هاينا يبقى سؤال طب بنشتغل ليه لما الفلوس مش مهم أو معتل عندك بعد الشر عليك طبعا عندك علة مش عارفين نعالجها وعندنا فلوس نقف عليها من كتر الفلوس ومش عارفين نعالج علتك وما دي علاجة من عند ربنا بقى هنعمل إيه بالفلوس طب هاي اتقالك طب لما الفلوس مش مهمة بنشتغل ليه يعني الفلوس دلوقتي مش مهمة وانت كويس ومش مهمة لو انت عندك ده احنا مش عارفين نعالجه فحيرد علي الموتى فازلكين يقولك ايه الفازلكة اصلاحنا ستراوي في فازلكة والهري وقت فراغ كتير اصلا جدا الفراغ يعمل معجزات يوه يوه ايوه وطول ما انت فاضي تعمل بلاوي اه صح الست الفاضي هتعمل بلاوي صح الراجل اللي فاضي يعمل بلاوي صح وبلوي الست اكتر من بلاوي الراجل لا اه يعني بلاوي الست فورة اه بلاوي الراجل ممكن نعالجها تتلم اه حيث سجن مثلا ويطلع عادي لكن بلاوي الست هتصلحها ازاي اش عارف نرجع لموضوع الفلوس فلوس بنشتغل عشان بنتواجد في الدنيا مجهود مش عشان تتصحى وتعمل مجهود وتشتغل وتتعيش فتاخد اجر على دوت فتبتلك تشتغل المقايدة يعني اه زمان كانوا بيقايدوا دلوقتي باوي يدوك فلوس عشان تقايد براحتك بقى طب تشتغل علشان انت عندك مجموعة من الالتزامات اه والمسئوليات بتوفيها لكن بيبقى فيه سؤال طب معندكش ما بتحلمش ببيت احلاب عربية بمبلغ تأمن بمستقبلك بكلام بين ده تأمن ايه وانت نفس خارج مش عامل كان داخل ولا لأ تأمن ايه ممكن السر اللي يطلع ده فيه ناس باتت على الهواء عادي يعني والموت عيني حق يعني تأمن ايه امن 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 ايه الامان عند الله الامان جواك يعني انت لو انت ماشي مش فيه ناس ده من قلقانة كده وعندها مش عارفة ايه يخسروا الكبايات كتير ويدمهم وخايفين حد يسلم عليهم وخايفين حد يلمسهم ولابسين طولوقتي كمامة ما عندهمش شعور بالامان البيئة اللي حواليهم وفيه ناس عادي بتاكل في ايه حتة وقتقعد في ايه حتة ومش بيعيو ده امان هم حاسين بالامان الفلوس مش هتعملك امان انت امتبع عندك امان داخلي عندك ثقة بالنفس الداخلية عالج نفسك نفسيا اللي هو الحاجة التي نصخر منها اللي هي اليوجا والطب النفسي والحاجات دي مهمة عشان تعملك استقرار نفسي داخلي والصلاة طبعا وانك تبقى مؤمن ما تتهزش كل ده ده الامان الامان اللي ما عرفش اجيبلك بالفلوس ده مش بيتشارك مش بيتشارك هتديني مليون دولار دلوقتي عشان اجيبلك امان وانت عمال تتهزلي كده هجيبلك امان ازاي وعدوا لك يا ابني هاي الفلوس اهي يا ابني دولار اهو وانت اعمل ايه هيقولك وديلي الدكتور المتفزلكين بقى يقولك ايه اه هتوديلي الدكتور يتعالك وديته المليون دكتور وديته المليون مستشفى اكب من امراض ما لهاش علاج حتى هذه اللحظة يعني فلوسه عملت له ايه فالامان والسكينة الداخلية اللي نعمة من عند ربنا دي مش دي من غير فلوس طب هل ده معناه ده خل باقي الزهد ما قول امان ده الزهد يعني تبقى زهد تبقى راضي رضا مش تبقى راضي ده معناه انه ما تخشيش في الراضي يعني ما فيش حاجة اسمها اللي انت قلته انا عايز اعمل نفسي ايوا انا عايز احط حاجة كده في العيال انا عايز هتقى تها لانك زهد انت عايز تعيش يومك وبس ما بتخشيش في جدل او منقشات صعبة متعلقة اجري في الفيلم اجري في المسلسل لأ ده فلان انا عارف انه اكتر فلانة اكتر الى اخره اه طبعا بدخل يعني ده من ضمن الشغل ده من ضمن الشغل زي ما انت كده بتجي تقدم برنامج بتتفق على الفكرة صح صح من ضمن كده العقد ومن ضمن حيقيموك بكام طبعا يا انا عايز اعرف انا بنزل من بيتش وبيجي هنا باخد كام باخد كذا طيب ليه بتدو فلان كذا ومعيني كذا وكذا طب ليه طب انا السنفات خدت كذا يعني ده من ضمن الشغل يعني انا بشوفها انها جزء من تقديرك ليا ان انا مش اقل من اللي زي يعني سعرني كويس تميني كويس على قد مجهودي لا انت شايف انت شايفني مجهودي اقل لا انا شايفني مجهودي احسن ممكن ما اشتغلش انت مؤكد سبت قنوات بسبب انه ما اتفقناش مديا اه مرتين والتقدير المادي برضو تقدير ليك انت يعني مقدرينك طبعا فانت بتحس انك راضي عن نفسك وبتحس بالاحترام وانت جول ما كان صحيح غير لما يبقى وانت على فكرة واحنا عندنا برضو الفزلكة يعني هو يبقى عارف تمنك وعارف ان الحسيني يتقدر بكذا بس ليه مجيبهوش واعادو وفصلو واكسب الجولة واعبيت يتضحك عليه بقى ايقولك ده طيب وما كانش بيشتغل بالو سنة ولا سنتين عاد في البيت استغل الموقف واكسرو مضيه على قاتل مش هسيبه اللي اعمل فيه كده ده هنتقم منه لأ وبعد ما يضحك عليك مش مثلا يعني يسطر عليك لأ يطلع يقول للناس شوفه بقى شوفه جبته بكامي تعرف تعملها انت كده انا جبته بقال كان بيتنك اه ايش هو طرف ده ايش عارف ويتحكدنا كده في اعداد برضو الو ايش عارف ايش عارف ايش هو طرف كده قصيت منها يا فلوس ايش هو طرف كده انك قصيت منها فلوس ما مش هتشتغل معاك تاني اه وفيه زكرة سيئة جواها وانت منعت عنا الخير واجه استفدتك من قزيتي يعني ربنا هيمنع عنك كيف بارك انت مخدتش الفرق في جيبك برضو بالمناسبة مش في لوزك انت صار نورتي حقيقي وشرفتي وبجدا انا مبسوط وفعلا عايز ان احنا نعمل لقاء يبقى اطول من كده او انا احب اسميها قاعدة اطول من كده ايوه لان انا برضو ما بحبش قصت يلا بدينا نعمل لقاء ويلا بدينا نعمل حوار دي شكل تقليدي جدا وانا مليش فيه يعني اتمنى ان احنا يبقى لنا قاعدة اطول اعمق اكتر وانا اتمنى ان اجتمثل واتمنى ان نلتقي تاني ان شاء الله يا رب اشكرك الف 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 شكر كل السنة انت طيب نورتين وشرفتين وانت طيبة وبالصحة والسلامة وانتظرونا اشتركوا في القناة